برضو بقى من كلام حضرتك ليه احنا هنعالج الشخير بس يعني بنوجه الناس اللي عنده شخير وما بتتعالجش ليه انت لازم تتعالج بالضبط احنا بنعالج الشخير لثلاث اسباب السبب الاول اجتماعيا يعني ان هو صوت مزعج نوع مشكلة دايق اللي حواليه بالضبط رقم اتنين علشان الـ quality of life او طريقة حياته نوعية حياته نوعية نومه بالضبط هو طول ما هو نايم بالليل بيصحى او مش بينام كويس طول بقى بيصحى بالنهار هو حاسن هو نايمان ومش كادر ينتج وكسلان ويجي له بقى النوم بتاع وسط النهار الضبط اللي يحركي قاعد مثلا في اي مكان في القطرة او في اوتيل وابتداش اخر كمان في وسط الناس رقم ثلاثة لان نقص الاكسوجين اللي بيحصل اثناء النوم ده لانه مرتبط بحالات كتيرة قوي حالات بطنية كتير زي ارتفاع ضغط الدم زي ارتفاع نسبة سكر في الدم زي مشاكل في نقص الاكسوجين بالنسبة للقلب فبيقدي الى زي جلطات والقلب والزباحات الصدرية فحتى اي ده كانت اسات زيت البطنة اسات زيتنا يعني كلما بيلاقوا مريض ما بيستجبش على علاج الضغط كويس او علاج السكر كويس يبتدوا يقول له طب شوف انت بتنام كويس ولا ايوه مهم النوم مهم جدا